السلام عليكم مساء الخير كيفكم ان شاء الله طيبين زي ما انتو شايفين الليل هعمل ليكم كيكة كيكة النوتلا خفيفة جدا ولزيزة جدا لازم تجربوها باربع مكونات بس ولا فيها بيض ولا سكر ولا زيت ولا فانيليا يلا نشوف كيف طريقة تحضيرها هحتاج لنص كاسة من النوتلا دوبتها في المايكرويف او ممكن في حمام مائي اهم حاجة تكون دايبة عشان تدوب معانا في الحليب بسرعة هنزود لها كوباية كبيرة من الحليب و هنخلطهم كويس مع بعض لغاية ما تدوب النوتلا في الحليب طبعا ما هنحتاج لسكر لانه النوتلا كافي تماما ما هتحويدنا لأي سكر زيادة بعد كده هنخل كوباية كبيرة من الدقيق نفس الكوباية اللي قدرنا بها الحليب هنقدر بها الدقيق هننخلها كويس عشان نتأكد انه الدقيق ما يتكتل معانا بعد كده هنضيف ملعقة صغيرة مليانة من البيكينج باودر و نخلط كويس مع بعض لغاية ما يتأكد انه الدقيق داب تماما ده القوام المطلوب لخليط الكيك بعد كده عندي جالب مجاس 24 بطنته بورقة زبدة و مسحت اطرافه بزيت هنزل فيه والخليط بتاع الكيك وبأي عود نطلع بس الهواء من الكيك وبعد كده ندخلها على فرن درجة حرارته 180 مفتوح من تحت بس لمدة 30 دقيقة في الرفة الاوسط لشكلها بعد ما طلعت من الفرن وهي ساخنة هنسجيها بنص كاسة من الحليب و نخليها تتشرب الحليب وتبرد معانا شوية بعد كده أنا هفتح القالب أنا استعملت القالب المتحرك هافتحه و هاجلب الكيكا في صحر التقديم بعد كده هزيينه بالنوتلا لو انتوا حساتوا انه النوتلا كده سكر كتير ممكن تخفف النوتلا بشوية جشطة والتزيين طبعا اختياري بس هي الكيكا اساسة طبعا النوتلا بعد كده هدية رشة من الشوكولاتة المبشورة وضي برضو اختيارية ممكن تلغوها و كده كيكتنا جاهزة بتكفي ستة اشخاص وتفكي الزنجة لو ما عندك كل مكونات الكيك بجة طعمها رهيب جدا لازم تجربوها مع السلامة في امان الله